خليني في البداية طبعاً أفتكر معاك الفترة والظروف اللي تعجدت فيها في النادي الأهلي والمرحلة دي بالنسبة لكابتن أحمد عدل بتمثله إيه؟ الحمد لله كنت موجود في مجموعة كبيرة جداً عندها مسؤولية عندها عرفة يعني إيه قيمة النادي الأهلي وإيه متشرت النادي الأهلي وكيان النادي الأهلي الحمد لله ده على مدار حياتي ممكن اللي فدني بشكل كبير جداً أن أنا كنت في بداية حياتي يعني ممكن كان عندي 21 سنة وأنا داخل النادي الأهلي فده داني طموحات وداني دوافع تعلمتها من داخل النادي الأهلي وخصوصاً يمكن بفضل ربنا يعني أن أنا مش غريب عن النادي الأهلي لأن أنا كنت في قطاع النشيين في النادي الأهلي فعارف السياسة بتاعت النادي الأهلي عارف التموحات عارف النادي الأهلي بيلعب على الأول على طول سبق بالنجاحات ما بيبصش أنا ورا فيه إيه هو دايما بيبص قدام دايما بيلعب على الأول دايما الدوافع والطموحات بتبقى متجددة دايما وده بيحط عليك كمسؤولية يعني أنت أما تحق أن أنت أفضل قناة في الوطن العربي فده بيحط عليك مسؤولية كبيرة جدا أن أنت تبص قدام وأنا عارف ويوصف مليون في المية أن دي السياسة اللي داخل نادي الأهلي كان زي ما قلت لحضرات طموحات وأهداف وإنجازات مع نادي أهلي وبطولات الحمد لله دي أفدتني بشكل كبير جدا طول الفترة أن أنا لعبتها جيد زي ما بيقولوا كده أن الحفاظ على القمة أصعب بكتير جدا من الوصول ليه وده منهج بتهالي لكل واحد بينتمي لكيان مش بس كلاعب أو كمدرب أو كجهاز فني احنا بيكلم على كل التروس اللي بتشتغل في المنظوم أكيد طبعا ده بيحط عليك مسؤولية كبيرة جدا يمكن ده اللي أنا تعلمته حتى من مجلس إدارة اللي كنت موجود ساعتا كان الكابتن حسن حمدي وكان الكابتن الخطيب نائب وكان مجلس كله كنا بنتحسب على البطولة يعني ما نخش في سبع بطولات دي السياسة اللي داخل نادي الأهلي أنت مطالب أنه لما بتحقق ستة أنت البطولة السبعة بتتحسب عليها وده اللي حصل معنا فعلا لما خسرنا دوري أبطال أفريقيا في 2007 مع النجم السحلي ولكن أنا بشوف أن المبارا دي كانت بفعل فاعل إن إحنا خسرنا كان لنا ضربتين جزاء لكن إلا أنا شوفته في مجلس الإدارة أنتوا زي ما تحققوش البطولة وخصوصا دي البطولة المحببة للجماهير النادي الأهلي هو دوري أبطال أفريقيا اشتركوا في القناة